السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليدر سيكس طبعاً وايد ناس يعرفون الاسم مال العطر ويعرفون الشركة بسببتها العطر يمكنها العطر من أكثر العطور المشهورة في الشركة لكن الشركة مش وايد معروفة طيب العطر معروف ليدر سيكس من العطور الشتوية الجميلة اليوم درجة الحرارة على صلاة الفير تقريباً 14 فيمديننا لحين نستخدم بعض العطور اللي تنفع للشتة في كذلك عطور بتتكلم عنها بشكل سريع تنفع للصيف حق الناس اللي همهم العطور الصيفية طيب العطر أنا أخذتها من جوفوي جوفوي قطر العطر هذا الجلدي اسم الشركة سوارتس لوزة برلين جي اف سوارتس لوزة برلين في بعض الناس يقرونها شوارتس لوز أو شوارتس لوز برلين بغض النظر المهم اسمها صعب شركة ألمانية من 1856 انتوا هونكم روايح العطور خلنا ندخل العطور في أول عطر أول عطر هو ليدر سيكس لمسات البخورية في قلب العطر عندكم الحليب مع الفانيليا فكذلك يعطي طابع سويتفة عطر متناغم جميل صراحة متقلب وممتاز جدا للفصول الباردة هل تقدر تستخدمه في الصيف؟ ما عدري أنا ما شوف نفسه استخدمه في الصيف بس الحين في الوقت الحالي في الاشتاء أو مع قلبه تجو العطر جدا ممتاز متقلب ويستهل التجربة ليدر سيكس العطر الثاني عندي من عينة واسمه فجير فجير المفروض انه سوى أول مرة في 1950 مثل ما انتوا شايفين في الصورة اللي تحت هذه والغرشة الحالية هي هذه عطر فجير جميل صراحة جميل جميل جدا يعطي طابع عشبي طابع فجير مثل ما هو مسمى يعني العطر وايد وايد يذكرني في ديور سوفاج لكن المفروض انه هذا مسوينا من زمان قبل ديور سوفاج العطر فيه لامسات من البرقاموت فيه لامسات خشبية من أخشاب السرو وكذلك فيه باتشولي في قاعدة العطر عشبي خشبي فجير جميل جدا ننتقل حق اللي بعده العطر اللي بعده هو أكثر عطر يعجبني من أطور الشركة اسمه IA33 المفروض انه أصدر أول مرة في 1920 والحيل موجود بهذا الشكل هنا 1920 وهنا الشكل اللي موجود حاليا في الأسواق وهايد حلو العطر العطر يعطيني ريحة نيرولي من أجمل أطور نيرولي لكن هو ما فيه نيرولي العطر فيه مندرين فيه كذلك لمسات من الأزهار من المقنولية فيه الياسمين قاعدة العطر فيها لمسات خشبية من السدار وتجانسها مع الآيرس اللي هي الأزهار السوسم بس صراحة عطر عطر وايد جميل أنا أول ما شميت صراحة على طول جاف بالي النيرولي لكن قالولي لا العطر ما فيه نيرولي العطر فيه المندرين وكذلك فيه البينك بيبر الفلفل الوردي فيه اللمسات حمضية فيه المقنولية والياسمين كما ذكرت سابقاً بس صراحة من العطور اللي أنصح بتجربتها بالذات الحين مع دخلة الصيف اللي هو آي آي ثيرتي ثري صراحة أكثر عطر عجبني حسنها وايد وايد مريح وريحتها وايد حلوة خلص السامل نزين لا باقي شوي ننتقل حق اللي بعد العطر اللي بعده اسمه ترانس ترانس الله يسلمكم حق الذوق العام حق الناس اللي يحبون الروايح اللي جاية شوي سويت مع أن العطر فيه تركيز أكثر على الورد ففيه مستخلص الورد كذلك مع الورد التركي مع لمسات سبيسية هذا شكله عطر صراحة جميل لكن أفضل العطرين اللي قابله والثلاثة كلهم اللي قابله بس فيه ناس غايد يحبون ترانس وهو من أكثر العطومة بيعا في جاو بوي قطرة هني من الشركة مع لدر سيكس طيب آخر عطر آخر عطر الله يسلمكم اسمه تونتي تونتي ما دري إذا هي تنقرب هالطريقة بس هاي شكل الغرشة العطر الله يسلمكم وين وايد وايد يذكرني في بورتريت اوف اللي دي من فريدرك مال بس هذا العطر الله يسلمكم سووه في الف وتسعمية وعشرين كذلك أول توليفة هاي سووها في الف وتسعمية وعشرين والغرشة القديمة كانت بها الشكل ما إذا تبين عندكم طيب العطر فيه تجانس جميل بين اللمسات الزهرية مع لمسات سبيسية مكونات العطر الله يسلمكم الورد مع البنزوين وكذلك أو بخور الجاوي مع لمسات عمبرية مع البتشولي مع إبرة الراعي والفلفل الوردي لكن كثير صراحة التوليفة ذكرني في عطر بورتريت اوف اللي دي أمتلك العطر لكن هذا ما عندي هذا عندي عينة منه عندي بورتريت اوف اللي دي في العطر هذا اسمه تونتي تونتي أسف عالي طالح شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله